بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الحياة مع تقلباتها وتغيرات اللي بتحصل لنا في حياتنا بيبقى في أوقات كتيرة الناس بتحاول تحافظ على أمنها وتحافظ على نفسها أنا مش قصدي أمنها اللي بيتعلق بالأمن المجتمعي أمنها اللي جاي من وراء مخاوفها فتعمل شوية حاجات كده غير عاقلة وغير حكيمة ويخليهم عايشين في حالة رعب دائم فيحاولوا دايما يحسسوا نفسهم بالأمان على حساب إيه؟ على حساب المبادئ والأخلاق والقيم ونزاك الجليس اللي احنا عنا نتعامل معا النهاردة جليس شويتين ثلاثة سيء جدا بيخلي الناس من غير ما تشعر سيئة الخلق من غير ما تشعر بتوجع الناس من غير ما تشعر ممكن يدوس على أي حد قدامه وهو الشعور أو الجليس اللي يخليك تشعر بأن انت محتاج للفوز والاستحواز دائما لازم دايما تفوز وتستحوز في ناس كده دايما عايزة تفوز وتنجح في كل حاجة فكرة إنه هو يخفق في حقي حاجة فكرة مش وردة عنده خالص ومش بتالت في حساباته والبعض منهم بيشوف ده حاجة إيجابية وكويسة وفيه معنى يعين كده عند الناس مش بتعرف تميز بينهم معنى الفوز والنجاح في كل حاجة ومعنى الاستحواز ده من جهة والطمع ده من جهة أخرى الفوز أو النجاح فيه معنى مهم وإنك ممكن تخسر مرة أو توقع أو تفشل فلما تفهم ده وما تتصدمش في حاجة وتعتبر إن الخسارة دي نهاية العالم أو إن موقف لم توفق فيه هنا لازم تفهم إن ده شيء ممكن يحصل ولذلك ورد في القرآن شيء يخلينا نفهم الحقيقة دي إن حقيقة إيه؟ إن الإخفاق مش نهاية العالم وإن الإخفاق مش لازم بالضرورة يكون شر وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم هكذا تكلم الله الحكيم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يبقى إيه زن؟ لازم تفهم ده ويجي كمان قوله تعالى في معرض بيان حادثة الإفك وما فيها من صعوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى السيدة عائشة طبعاً رضي الله عنها ويقول لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم إيه ده؟ نحن شايفين إنه شر لكن إيه اللي حصل؟ هو خير لأنه يحصل فرز للناس ونعرف الصادق ونعرف المحب لله ورسوله ونعرف المنافقين ويبقى يختبر الناس فيتعلموا بعد كده قيمة حسن الظن وقيمة حفظ الكرامة وقيمة الأعراض يبقى ده خير كتير مش حاجة أقول إيه لا؟ إذا لازم نعرف وإحنا بنتكلم عن الفوز إن الفوز معناه إن مش لازم أنا أفوز دائماً زي ما فيه ناس بتتصور إن أنا لازم أبقى الفرست دائماً أنا الأول أنا الأنجح أنا الأكثر استحوازاً وإنما ممكن يحصل عدم فوز وساعتها مش لازم نسميه عدم توفيق بل هو توفيقه للتعلم ساعتها بنوفق إن إحنا نتعلم نتعلم سنن الحياة ودي حاجات بيدفع فيها ناس فلوس كتير عشان يتعلموها يبقى الفوز بكل حاجة مش هو الحقيقة اللي لازم نعيشها وحيازة كل مطلوب مش هو الحقيقة اللي لازم نعيشها واللي مش هيفهم كده هيقع في وهم ممكن نسميه بشكل واضح وهم الإله محقق الأمال إن ربنا لازم يحقق أمالي طول الوقت يا رب عايزنا أحبك حقق لكل اللي أنا عايزه ويبقى الإله وظيفته أن يسير على السيناريو الذي رسمته لحياتي الاسكريبت اللي أنا كتبته لحياتي طيب إذا ما حصلش يبقى ليه يا رب بتظنمني وليه يا رب بتمنعني من عايز أفوز على طول وساعتها العبد بيتحول إنه شايف إن ربنا موجود عشان يحقق له أماله بس ودي مصيبة مش بس خطأ كبير ده مصيبة مدمقة ده المعنى مدمر للحياة فممكن بعض الناس يوصلوا بهذه الطريقة في التفكير للأسف للحاد أصله ما حقق ليش أصله ظلمني أصله ما طب ليه ظلمت ليه أصله هو منفزليش أمالي ما حقق ليش اللي أنا عايزه ده كله ليه جاي من وراء إن أنا فاهم إن أنا الصحيح إن أنا أفوز طول الوقت وما يبقاش فيه عقبات وما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الخسائر في اعتقادي في ناس فيها خصلة غريبة جداً وهي حب الاستحواز التام على كل شيء والانفراد به انفراد بالأصحاب انفراد بالفلوس انفراد بالأب والأم انفراد بالأصدقاء الانفراد بالجيران الانفراد الانفراد وحدث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ده في موقف معروف عن أبي هرير رضي الله عنه قال قام الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة وقمنا معه فقال عربي ووا في الصراة اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان بيشوف بظهره كان حذر النبي يشوف من خلفه كما يرى من أمامه كان بيسمح كمان حذر النبي ويسمعه الله فرسول الله عليه وسلم قال للأعراب لقد حجرت واسعاً انت ديأت الدنيا كده ليه أنت من تخيل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة الجليل بلاش تكون عقب أمام وسع الله للخلق أو ده الشخص اللي عايز يستحوز أنا و بس أنا و محدش بعدي أنا و من بعد الطفان ويمكن ده السبب اللي من أجله ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل المدينة بقوله تعالى ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون يبقى ليه بقى وصفهم بهذا بأنهم من أهل الفلاح أنهم قدرين يوقفوا شح النفس قدرين يوقفوا الحب حب الاستحواز وكأن يشح النفس معناه والاستئثار بالخير دون غيري يبقى أنا عايز أفوز بكل حاجة آه أنا بحب الفوز والنجاح آه ده طبيعي لكن أوعى حبك للفوز والنجاح يتحول إلى أنانية مفرطة ويتحول إلى فردانية ويتحول إلى كراهية للخير للغير لأن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعه من الناس وكونك أن أنت عايز تبقى أنفع الناس زي ما حاطرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحب الناس لله أنفعه من الناس لازم أنت تتربى وتتدرب قلبك يتدرب على أنك أنت تحب الخير للناس وأفضل طريقة أن أنت تحب فيها الخير للناس أن أنت ما تحبش الاستحواز على الخير كله وعشان كده محدش يستحق أنه يعيش لو عاشت لنفسه لأنه لو عاشت لنفسه دي ما تبقاش حياة تبقى والعزب الله جريمة كبيرة أن أنا أعيش وبعد كده الناس ضيع وعشان كده حاطرت النبي صلى الله عليه وسلم ووضع علينا الأساس ده في الحياة حاطرت النبي قال لنا لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسه وعشان كده لما ساعدني لقي البعض النفسه تلعب بي لعبة النلغاية تبرل الوسيلة فيبقى النجاح بالنسباله يفطل يستخدمه لكي يحقق أهدافه مهما كانت الوسيلة حتى لو غادر بناس وأزى ناس ولعب بيهم أو يستخدم قلوبهم سلم عشان يوصل للي هو عايزه أهم حاجة يفوز باللي هو عايزه وتسمى وهي دي البراجماتية النفعية اللي فيها كل شيء مبرر وساعاتي سموها المكيافيلية أوصل للي أنا عايزه بأي طريقة كانت حتى لو على قلوب الناس أو على جماجمهم أو حتى على حياتهم على الرغم إن الشخص ده بيباني إنه حريص على العمل لكن في الحقيقة هو مش حريص على العمل هو حريص على مصلحته الخاصة وبس 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 مفيش منع من إنه يكذب في سبيل إنه هو يوصل للي هو عايزه فمسلا فأقولي إن أنا معايا شهادات كذا وكذا 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 من أماكن الفلنية كذا 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 وأنا أصلا في الحقيقة غير مؤهل وإيه اللي حاصل وأهلك الناس بأفكاري يا ما شفنا مجالات الناس بتشتغل فيها دلوقتي وهي غير مؤهلة ويمدي إيده في البيوت ويتكلم في الاستشارات ويتكلم في ما عرفش إيه ويفس البيوت وكمان ممكن يشوه سمهة ناس لأنه بيعتبرهم منافسين ويسيء إليهم عشان يفوز هو الوحد ويمدي شوفنا في الأسواق بالناس بتعمل كذا وده نوع من أنواع الكذب ونوع من أنواع البهتان والكذب والبهتان كبيرتان كبائر يا سادة كبائر لكن غاية تبرر رسيلة وصاحب الاستحواز أو الفوز الوهمي كتير بيكون عنده مشكلة في الحوار مع الناس دايما لازم أو دي حياة بتبقى خفية عن الناس لازم هو يستحوز على الأعداء محدش يقدر يقول كلام صح غيره فيستحوز على الكلام ويستحوز على الأعداء ويبقى هو دايما على الصواب واللي حواليه دايما مش فاهمين ومش ممكن يوصله لتفكير زيه ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده فإن اللي حاصل سألوا عن الكبر قال هو العجب فرسول الله سألهم قال الكبره بطر الحق وغمطه الناس أنه أنت تعمل كده وعشان كده ربنا قال ويلوا للمطففين المطففين اللي إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ده نوع من أنواع الاستحواز هو بس يشوف حقه على الناس عشان يستحوز والناس ما لهاش حق وبيكون غالبا عنده خلل في علاقته الإنسانية في الأسرة حتى في أسرته أو حتى في العمل إنه مش قادر يشوف الآخر مش قادر يشوف الآخر إنسان كامل اللي ولهه حقوق مش قادر يتعامل ويتعاون لإنه متمحور حول ذاته وزيك من أهم الأفكار المغلوطة اللي فيه ممكن يعتقدها الإنسان واندمر حياته إن قيمة الإنسان بقدر ما يملك آه والله إن ساعة ما الإنسان بيسر إليه إن قيمة الإنسان بما يملك إيه اللي حاصل نظرته في الحياة بتتغير ويشوف إن مكانته في الدنيا بتكون بمقدر وجهته فيإيه اللي يحصل فيعجب بنفسه وكل ما يحقق ملك أكتر كل ما يزداد إعجابه من نفسه عشان يفضل هو على القمة لوحده من غير ما يسعد حد ولا يسعد حد بس هو في الحقيقة بيبقى مش سعيد وبيضحك على نفسه حتى لو كان سعيد بمعنى إنه هو متلزز لكن مش هي دي السعادة لأنه في كتير من أحيين الناس بتنبذوا وما تحبش إنه وجودها معاه لإنه حاسين إنه وجوده خطر عليهم وإزايك حضرت النبي بيقول إيه المؤمن ومن أمينه الناس فالشخص ده خطر الناس بتحس إنه خطر ففكرة إن أنا كل ما يكون عندي ملك كل ما يكون أنا أكون سعيد وكل ما أكون بملك كل ما يكون عندي وجاهة والناس تخفني وتهبني كرسة فيستحوز والغاية وبرر الوسيلة وعشان كده كمان من أخطر من أخطر الأفكار كمان اللي إحنا بنكرسها وإحنا بنربي أولادنا للأسف أولادنا هي فكرة التميز إن انت قمتك بمقدار ما تتميز به مش قمتك بمقدار ما تحسن على فكرة ما تنغلطش ما نخلطش ما بين الفكرتين قيمة المرء بما يحسنه غير فكرة إن انت لازم تتميز على الآخرين فلو طلع حد بإيه اللي حاصل من أهل الإحسان معك لا 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 اهدمه انت لازم تبقى فوقي لازم تبقى تطلع الأول لازم كمان ما حدش يسبقك فلو حد سأبقك انت تحس إن انت ضعت ودي مش حادي اللي أنا بقى فيها التاني وإزاي تبقى التاني وإزاي يبقى نقصك درجة درجة عن اللي قابلك فالولد يحس إنه هو تافه إنه مطلعش بالأول ليه؟ عشان هو لازم يستحوز ولازم يبقى أنجح واحد في الكون فتنشأ نفسية الولد على إنه ركن أصيل في أمانه هو التميز والفوز بالمكانة وإذا ما فس بالتميز والمكانة يبقى هو ملوش أهمية فيجري ولد التميز والأمانة بأي تكلفة كانت مهما كاننا هيكلفه التميز ده تشويه الآخرين والتعدي عليهم إنتوا شايفين بنعمل إيه في أولادنا؟ هل معنى كده؟ إنه ما يبقاش الولد طموح لا ما للطموح بتشويه الناس ما للطموح بالغاية تبرل الوسيلة ده الطموح معناه إن الواحد عنده غاية واسع عليها فالطموح ده علامة من علامات الإيمان وجزء من أجزاء الإحسان وسيمة من سمات السعداء إن دايماً يكون عنده حلم ونزي كان دايماً بقول للناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاماً كبيرة فالطموح ده قيمة والإنسان الطموح ده آمل في الله سبحانه وتعالى وعنده تمسك بحسن الظن بالله وبيؤمن بالساعة اللي ربنا خلق الحياة فالأساس في الحياة إن هي الساعة ويؤمن بأن الله الواسع عنده من الساعة ما يكفي ويزيد على كل العباد وعشان كده بيسعى دائماً للتحسين والتطوير والترقي وبيسعى دائماً للفوز بالحق مش بالباطل طب يعني إيه الفوز بالحق مش بالباطل إنه يسعى في جنبات الحياة ويطلب رضى الله يطلب رضى الله سبحانه وتعالى ويدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى وإزاك الله سبحانه وتعالى يقول فَأمَا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصُّعَلِحَات فيدخلهم ربهم في رحمة ذلك هو الفوز المبين السائل الفوز الحق يحيا بأنه عبد لله مش عبد لنفسه يحيا بي ولكنك عند الله غال انت غال عند ربنا وتلاقيه محسن في عمله وعنده أمل مستمر على الدوام بيسعى بالقيم يسعى بالخير والرحمة والجمال ما يدوس على حد ولا يأذي حد ولا هو محتاج أنه يدوس على حد وعشان كده أول ما حد يقابله يخرج منه أحسن ما فيه وتلاقيك لما تقعد في عادته يحسسك بالوسع وعشان كده تلاقيه يفرح بفرح الآخرين ويعتبر أن جزء من ثقة بنفسه هو دعمه لثقة الآخرين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسي وعشان كده إحنا شوية عايزين نعمل شوية إجراءات والإجراءات دي مهمة أول حاجة لازم أنا أقوم بإدارة احتياجاتي ونعرف أن التدريب على إدارة الاحتياجات تقيمة إنسانية وسعادة فالاحتياجات مش جاي عشان نشبعها الاحتياجات جاي عشان نديرها يعني إيه يدير احتياجاتي؟ أجعل احتياجاتي حافظ إن أنا أبزل مجود أقبل ويبقى الاحتياجات دي جاي عشان نقبل بيها على الله مش نحس بالنقص فنصرع الناس عشان ما يبانش نقصنا حتى لو كان الصراع ده تعيكسر قلوب الناس وزيهم يبقى لازم إحنا نسعى إلى إدارة احتياجاتي أمر الثاني لازم أدير مشاعري اللي بتخليني أحس بالمهانة وبتزل إذا أنا فشلت وإزاي أدير مشاعري دي؟ إن أنا أعرف إن الفشل هو في الحقيقة معنى الحقيقي هو مزيد من العمل والفشل ليس عارا الفشل والهزيمة والخسارة ليس عارا لكن فشل ماله الفشل معنى الاحتياج إلى مزيد من العمل تخيلوا لو أول واحد كان فشل كان اعتبر ده نوع من أنواع العار وتوارى وسابت السباء لكن لما حد صار في الطريق ألا أنا أكمل وربنا فتح عليه يا ما ناس ربنا فتح عليهم وهم في الأول خلص تعبوا اكتبوا بنار عدم الوصول لما يريدون لكن كملوا ليه؟ مهدوات مقتضى أنا عند ظن عبدي به يبقى ربنا سبحانه تعالى بيجري علينا ما نسميه فشلا لكي إيه اللي حاصل؟ يتألق في قلوبنا حسن الظن بالله ويتألق في قلوبنا التفاؤل والأمل وساعتنا نبقى ماشيين صح تالت إجراء لازم نعملوا كل يوم أتعلم حاجة جديدة عشان أحس فيها بساعة الحياة لأننا لو حسيت فيها بساعة الحياة يبقى أنا ماشي صح رابع إجراء وده إجراء مهم جدا أننا يبقى لي عند ورد من الحمد والامتنان أتعود أننا أحمد ربنا عشان يتعود قلبي على رؤية نعم الله سبحانه وتعالى وساعتها أنا أعيش في ساعة وخامس حاجة وهي مهمة جدا جدا أننا أتعود أننا أخدم خلق الله لأن خدمة الناس كل يوم وأنا بقصد أننا أخدم حد دعي ساعدني أننا أكون إنسان حاسس بساعة الحياة وبنور الله ويخفض عندي الفردانية والأنانية وياريت المساعدة دي تكون لحد من زميلي في الشغل وفي بيتي كمان وأدعمه وأحسسه بأنه هو مش لوقف لوحده عارفين الخدمة بتعمل ايه؟ بتزكي الإنسان وتخرج أجمل ما فيه يا رب اجعلنا في حصنك وفي أمانك في حص لا نحتاج إلى أمان الفوز ولا أمان الاستحواز ونسعد بأننا عبيدك اللي أنت بتبنكنا وبتفتح علينا ونتذق ونتذوق حلاوة أليس الله بكاف عبده؟ يا رب اجعلنا من أهلي زوق شهد أنك كافينا وأنك يا مولانا من تحفظنا وترزقنا وأيضا تؤنينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بأسئلة حضراتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة اللي تلقنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره الجسر المنور اللي بيخلينا دايما في مجالس العلم واللي بنفرح بكل أسئلتكم وكمان بنسعد أن احنا نجاوب عليها ونخصص لها وقت زي الوقت اللي احنا مخصصين النهاردة عشان نجيب على أسئلتكم أول سؤال وصلنا بيقول ما حكم الزوج الذي لا يعاشر زوجته بسبب عجزه الجنسي الذي أصابه فور الإنجاب الأولاد أي بعد الزواج بسبع سنوات والزوجة تريد أخذ أولادها وتطلق وهو يرفض الإنفاق عليهم ولأنها مغلوبة على أمرأة أجبرت على أن تعيش بنفس البيت لتربي أولادها مع بقاء الوضع منذ 21 سنة وهي بنفس الحال دقت بها الدنيا ولا تعرف مقاعة من الدين السؤال ده مليء بالأشياء اللي محتاج السؤال المباشر والتحقيق المباشر لكن أنا افترض أن التفاصيل اللي متألف للسؤال ده هي تفاصيل حقيقية ودقيقة لأنه ممكن تكون التفاصيل حقيقية بس فيه شيء من الدقة عايزينها زي مثلا إيه أنه هو أصابه العجز الجنسي في فرق ما بين العجز والضعف في فرق أنه أصبح ما عندهش قدرة على العلاقة الجنسية خالص فده عجز لا أصبح أنه عنده قدرة ولكن بمعاناة أو بصعوبة أو بمشقة أو ليس كما كان دي درجات فالدرجات ديت محتاجين نعرفها لكن الأمر المهم أن حتى لو حصل ده وعشان الزوجة تطلق وده محتاجين نحن نرتفع إلى القاضي بعد الصبر 21 سنة بيضيع الحق في الخيار لما يحصل ده لأن ده طارق فبدل ده طارق يبقى المرأة كده حصل عليها ضرر فلما يحصل عليها ضرر تعمل إيه ترفع أمرار القاضي إذا كانت لا تتحمل هذا الضرر فأنت دلوقتي لا تتحملي هذا الضرر اللي هو ضرر إيه إنه هو عنده حالة من حالات العجز الجنسي أو الضعف الجنسي وفي نفس الوقت هو لا ينفق عليك وعلى أولادك وإنت عايزة تأخذي الأولاد فإيه اللي حاصل مسألة بسيطة بس إنت عايزة تأخذي الأولاد لو الأولاد دولا مخالفهم من والأولاد دلوقتي يوصلوا بعضهم موصل 21 سنة أو 23 سنة أو 24 سنة مش من حقيقة أنك أنك مش من حقيقة أنك تخديهم خلاص الأولاد وخلاص بلغوا سن الرشد فعليهم أنهم يقرروا يعيشوا مع مين طيب أنا ليه بقولك كده بقولك كده عشان تعرفي فين الحقوق الحقيقة بتاع حضرتك أن أنت عندك ضرر ومتضررة فتعملي إيه ترفع أمرك للقاضي وهو سيقدر هذا الضرر وإذا قرر بهذا الضرر سيطلقه قدر الضرر يبقى أنت بتقولي إيه موقعي في الدين موقعك في الدين أن أنت امرأة متضررة والذي سيحكم بحجم هذا الضرر هو القاضي هو مين القاضي فإذا وجدك قد وصلت إلى حد الضرر الذي لا تستطيع أن تعيشي به هيقضي بالتفريق ويطلق عليه يطلق على الزوج ويسمى هذا طلق للإيه للضرر فبتسأليني يعمل إيه؟ ليس لك عمل إذا كنت وصلت لهذه الحال وليس هناك توافق واستحالة العشرة بينكم ليس قدامك لأنك أنت تذهب إلى القاضي وتطلب الطلاق للضرر وتطلب الطلاق للإيه؟ للضرر بس أنا شايفت دلوقتي أنت بتقولي حضرتك أن فيه سبع سنين وبعدين واحد وعشرين سنة لو كان ده الضعف ده حصل من سبع سنين من بعد سبع سنين بعد ما إنجبت الأولاد وبعدين استمر الواحد وعشرين سنة فإحنا عندنا تمانية وعشرين سنة عشرة أو هي مجموعة العشرة كلها واحد وعشرين سنة فهي مدة طويلة فإحنا ممكن نبحث عن وسيلة للتوافق وإن إحنا نبحث على من يجمع بينكما من الحكماء طب إذا ما كانش فيه حكماء في الأسرتين بمعنى إن أنتو مش راضين بحد نشوف متخصص لأن المدة اللي أنتو عاشتوها مع بعض مدة طويلة أنت ممكن تقولي وقال فيه رجالة بتتغير بعد العمر ده كله آه فيه ناس بتتغير بعد العمر ده كله طب الحل هو إيه يبقى أنا شايف الأجراء الأولاني إن إحنا نروح لمجال الإرشاد الزواجي ما نفعش يبقى خلاص هنروح بقى للقاضي عشان يفصل بنا إذا كنت أنت تضررتي ضرراً يجعلك مستحقة أن تطلقي وتأخذي كامل حقوقك سؤال بعد كده سؤال بيقول بنت خلتي متجوزة ومعاها بسم الله ما شاء الله تلت بنات وولد وأبوهم بيشرب أعوذ بالله بيشرب حشيش وبيتعاطل برشام المخدر وكان حصل مشاكل ومازالت بسبب كده ووصلت للطلاق في المحكمة يعني هي رفعت عليها قضية قضية الطلاق للضرر في المحكمة وهي بتتراجع وهي بتتراجع وبتقول عشان عيالي وفوق ده كله ضرب وإهانة وامه وهي اللي بتعينه على السكة الغلط دي فهل أسأل فهل أسلم حل للطلاق أم الصبر على البلاء ويكون شكرا جدا لحضرتك يا فضلت الشيخ أنا شايف أنا مش أقدر أجاوب على السؤال ده غير لما أشوف تفاصيل الحالة لكن أنا الأحوال اللي بيكون فيها إدمان هي أقول لكم حاجتين يعني أقول حاجتين عشان تبقى واضحة في دي الحالات اللي فيها إدمان بيبقى محتاج لو كان الإدمان من جهة الزوج محتاج هزة شديدة شوية مش معنى كده أنه بيقول لك روح اتطلقي لكن هو محتاج هزة هزة عشان يفوق لأنه بيحس إنه مساءل تحت السيطرة الزوجة تحت السيطرة والأولاد تحت السيطرة والطلاق تحت السيطرة وكله تحت السيطرة أهم حاجة أنا ما حسش بالإحساس المرعب لما بيحس إن أنا محتاج لهذا المخدر فإذا كان هو وصل للإدمان فهو محتاج وقفة وقفة شديدة وليس معنى الوقفة الشديدة الطلاق لكن وقفة شديدة إذا كان هو بيعمل إيه إذا كان وصل لحد الإدمان فده شيء مهم جدا جدا الوقفة الشديدة اللي فيها مزيد من الحرص على تغيير الوضع اللي موجود دلوقتي ونصر على ده ويبقى النبراس والمعنى اللي مكتوب على صدرك في هذا السياق قوله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوك عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال أن ترد عن ظلمه يبقى نيتك أنه يترد عن ظلمه خلاص نية مين نية الزوجة مش أنتي نية الزوجة الزوجة هي اللي تعمل كده فتبقى نيتها أنها عايزة إيه ترد عن ظلمه أنت خيرتين ما بين حكتين أسا الطراء ولا الصبر على البلاء لا الحل الثالث هو إيه إرادة تغيير هذا الواقع ليه من باب نصر من باب إيه إخراج الظالم عن ظلم وتعمل إيه بقى تحاول بقدر الإمكان أنه يتحاول بقدر الإمكان أنه يتخرجه من ظلمه ده وتعمله بشكل واضح وتبقى فيه وقفة واضحة أن دوت مش هينفع ولا أن نستمر على ده ولا يكون أبدا ده حن وأولادك يستحقه منه غير كده وإنت لو بتحبني لابد أن أنت تغير ده لأن دوت لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا بيه حياة ولا بيه سعادة ولكن بيه تعاسى ومش ممكن أنت تكون عايز الأسرة دي تعيش في تعاسى فقط عشان مخدر بتاعك ده يبقى أنا رأيي الوقفة الجادة الشديدة اللي تمنع الاستمرار في ده ويبقى الغرض من ده ماذا العون على الشيطان والعون على النفس الأمر بالسوق أن أكون عونا له على نفسه وعلى شيطاني ويبقى كده بعمل إيه بقف وبسعده أن يخرج من ظلمه لأنه كده بيظلم أولاده لما يضيع الماله وبيظلم أولاده لما يكون بهذا الشكل السخيف السيء لأن الشخص المدمن شخص مسلوب الإرادة شخص يستطيع أنه يدوس على أي حد ولا يهتم لأنه في الحقيقة ما يهتمش غير فقط بالمخدر مستعد يبيع أولاده ومستعد يقتل فالأمر مستهل فلازم نقف وقفة حسمة في اتجاه هذا الأمر السؤال بعد كده أنا زوجة منذ 18 عام ولدي أربع أطفال زوجي مهندس في شركة كبيرة وأنا أعمل أستاذة في الجامعة طول فترة الزواج زوجي يعمل في محافظات أخرى ويأتي فقط الخميس والجومة وكانت الأمور جيدة وكنت قراء الأبناء أنا وأمي رحمة الله عليها ثم اكتشفت أنه على علاقات غير شرعية ويزني وله علاقات متعددة وكل مرة نتشاجر وأتكلم معه ويتأسف ويقول لي آخر مرة ولكني أكتشف أنه متعدد علاقات حياتي أصبحت جحيم ومن ثم انفصلت عنه في البيت من أجل أولادي وذهب للعمل في مشروع وكنت لا أراه سوى يوم في الشهر وهو في غرفة وأنا في غرفة وأزداد البعاد وأزدادت علاقاته وكثرت المشاجرات حتى أبنائي من كنت أتحمل من أجلهم صار يضربهم ويشتمهم بأقدر الألفاظ ولم يعد يطيق الجلوس معهم وأصبح يتهرب من مسؤولياته نحوهم إلى أن انكشف أمره أمام بناتي وهم في سن مراهقة ورأوا محادثاته الخارجة وفيديوهات غير محترمة نفسيتهم تعبت وتدمروا حينما حينها فضحت الأمر لأهلي ولأهلي وطلبت الطلاق ولم يتدخل أحد من أهله أبداً وتهربوا مني وأمي كانت مريضة هي وأبي وهو يعلم أني ليس لي أحد يقف في صفي وذهب للإقامة مع والدتي ويرسل دي مصاريف قليلة جداً لا تتناسب مع الغلاء والمعيشة وأنفق مرتبي كله وأهلي بيساعدوني وهو الآن لا يطلق ولا يتقل لا فيه وفي أولادي ولا يتحمل أي مسؤولية نحوهم ماذا أفعل؟ ارفع أمرك للقاضي لو الأمر كده والعلقات دي متعددة بهذا الشكل ومثبتة وأولاديك يبتدوا يتدمروا كده وإحنا وصلنا إلى حالة سيئة كده بهذه الطريقة نرفع أمرنا القاضي بأن احنا متضررين أنت بتقولي أنه مر بكل مراحل النصح وجبنا حد وتدخلنا مش هقدر أقولك بشكل واضح أن الحل بيكون في الإرشاد الزواجي في الحالة اللي احنا فيها إذا كان هو مدمن للعلاقات الإيه؟ للعلاقات المحرمة زي ما حالك بتقولي لكن أنا شايف أن أنت ممكن يكون من السهولة بمكان أن أنت تحذري تحذير أخير وتقعد وتقعد بدل الأولاد فيها من كده تعودي أنت وأولادك معاه أهدت مواجهة أن أنت محتاجين أبوهم النقي الشريف العفيف مش محتاجين أبوهم اللي فيه كل العيوب دي ويبقى الأولاد بيتكلموا بقمة الاحترام لكن بقمة الحز وانت بتتكلموا بقمة الاحترام ومن بقمة الحز ويكلموه بأن هم هو أغلى عليهم أغلى عندهم من أن هم يتركوه لنفسه ويضيع الأسرة ويضيع البيت كده كتير من الأباء ممكن يتغيروا لما يحصل الكلام ده فأنا شايف أن احنا نقعد قاعدة أسرية واضحة مع تمام الأدب مع شدة الحرص وشدة الوضوح كتير من الأباء بيتهزوا من دي بيتهزوا لأنهما ما كانوش متصورين أن أولادهم مجتمعين عيجوا يكلموه كده ويبينوا حبهم لأنهما في بعض الأحيان بيبقى استبيع لأنهما خلاص أحس أنهما ما بيحبوهش وعملوا الكلام ده وانتوا قصدين قوله تعالى وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان يتدامعوا ويجلسوا معا جلسة جلسة تحاولوا بقدر الإمكان تبينيوله أن أنتوا بتحترموه كوالدهم لكن للأسف إيش تقدروا تستمروا بهذه الطريقة اللي فيها كل هذه المحرمات وكل هذه الفواحش امنعوه بما تستطيعوا امنعوه بالحب وبالحزن وساعتها هتجدوا عاون الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ليكم وربنا يفتح ويبارك ويهديكم إلى سواء السبيل إن شاء الله يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة على جليس رزل اللي هو جريس الحرص على ديمومة الفوز والاستحواز على الآخرين بأي تمن وللأسف ده بقى كتير في الوقت ده وبقى قلوب الناس وعقول الناس وحياة الناس ملهاش تمن والناس بقى تتلاعب بمشاعر الناس وبقلوبهم وتكسرها وتدوس عليها من غير رحمة يا سادة بلاش كده ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء خلي بالكم إن اللي بتعود على ده أعلقته بربنا بتفسد لأنه حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى لو ما قالوش أي حاجة ومحتاجها بيحس إن ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيعنده يبقى إذن احنا محتاجين نتخلص من هذه الصفات محتاجين نبطل نرب أولادنا على إنهم لازم يبقوا الأول دائما محتاجين إحنا كمان نقوم بخدمة الناس إحنا محتاجين كمان إن إحنا نكون من أهل المحبة ومن أهل الرحمة ومن أهل الود وخلونا نتعاون دايما على إن إحنا نقدم خدمات للناس في الشغل والبيت وفي الطريق عشان نرجع مرة تانية طيبين فتطيب نفسنا ونبقاش مرعبين وعايزين نستحوز عشان نأمن نفسنا ونحس إن ربنا هو أماننا وإحنا عشان نكون مؤمنين لازم يأمننا الناس على أعراضهم وعلى قلوبهم وعلى كمان أموالهم وحياتهم يا رب اجعلنا ممن يذوقون حلاوة الإيمان فنكون أمانا على كل من حولنا ونكون بابا من أبواب الدلالة عليك يا كريم يا ودود يا رب العالمين